ماذا لو أغلقت الحدود ونفذ الغذاء؟ أسئلة منها اتجه ليث دويكات لمشروع عمره تنقل بين البلدان العربية هاجسه كان جمع البذور الأصيلة أكثر من طنين من البذور جمعها من شرق الوطن العربي وغربه غرس بذوره بحثا عن بقاء الشعوب وسيادة الغذاء جابونا الهاجين ومعدل وراثي ولمحسن أنه بتجيب كمية أكبر من إحنا البلد الأصيل ولكن بنزرع مرة واحدة فمنضطر أن نجتهي هذه البذرة ولكن البذور الأصيلة حتى لو من تجاقل لكن الخصائص الغذائية أعلى بكثير مقاومتها للأمراض أعلى بكثير ثالثا بقاءها لآخر لحظة في حياتنا فعشان هيك لازم نرجع لموروثنا الحقيقي البذور البلدية اللي ربنا خلقها على هذه الطبيعة أو هذه المنطقة وما أوجدها لهذه المنطقة إلا أنها بتلائم هذه المناطق بذرة ومن ثم نبتة وثمار فكرة يحارب بها ليث تلك البذور الهجينة التي تنتهي بموت نبتة تجارة يعتمد عليها الوطن العربي في وقت يبحث ليث عن موروث أصيل استفاد منه لغاية الآن أكثر من ألفين ومئة مزارع ليث الدوكات تشتغل على الأصناف العادية التي هي أصلاً موروث من المناطق فنحن نشتغل عليها لأنه من خلال هذه الأصناف نستطيع تحصين بذور المواسم القادمة هو أمن غذائي لأنه الآن الأوضاع يعني الناس تلجأ للمعاقلات الصحية والشيء اللي أنت تنتجوه أهم شيء أن يكون صحي كل مقتدر بالوطن العربي كل صاحب علم بهذا المجال صاحب فكر ويحتوي على هذه البذور يصير التشارك بيننا ونسوي بنك بذور في كل دولة عربية عند شخص ونوزع هذه البذور في شدة أنحاء الوطن العربي هيك منخلق سيادتنا هيك منخلق بقاءنا هيك منخلق إرادتنا مشروع فرح يحاول تحقيق حلم الأمن الغذائي والتحول من دول مستوردة إلى دول منتجة لا تكون ضلتها لقمة العيش سوى جميل الحدث عمان ترجمة نانسي قنقر